بسم الله الرحمن الرحيم تفريح بها عن العشرة من مريضة وحظة في الحكر وannowHyter2 ونتمكنكًا عنها ريولイ ؟ وعهدي سلال الس発 كانت اكتبت باراثيرويد أدينومي كانت اكتبت باراثيرويد أدينومي كانت اكتبت باراثيرويد أكتومي لكن حصلها الظرف مش ظريف إنها تعمل السيستاميب سكان وحصلها فراكشور في بوس فيمر بوم الموضوع عمل أكسلريشن للسيرجيال قد اضطرت أنها تعمل البراثيرويد أكتومي قبل ما يحصل الاداكوة لفيتامين دي بوست أوبراتيبلي الأمور مشت كويس الباثولوجيكال إجزاميشن أكتبت باراثيرويد أكتومي الثيميك أدينومي اللي كانت موجودة عندها كانت حوالي أربعة سنتي في ثلاثة سنتي وهو عبارة سنتي لكن بوست أوبراتيبلي الأمور مشت كويس لأن إحنا لقينا الكالسيوم كان بلو نورمي سواء كانت توتو الكالسيوم أو الاوليس كالسيوم الباراثيرمون قلت لحضراتك أنه كان أكتر من 2500 قبل العملية لكن بعد العملية نزل ل350 الكالسيوم كان بلو نورمي الفيتامين دي كان ستيل ديفيشن لأنه الفراكشور أكسلريتد البروسيس وبالتالي إحنا ما كناش ما كانش فيه وقت إن إحنا نعمل بلو نورمي لكن بعد ستة أسابيع من الفولو أب لقينا إنه الكالسيوم كان ستيل لا نورمي لكن الباراثيرمون كان 370 و370 و350 بالنسبة لأكتر من 2500 بري أوبرتفلين إحنا متأكدين إنه كان فيه بسجر كال إثاكت لكن إحنا كنا 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 هل ده معنى أن أنا عندي برزيستنت هايبباراثيروديزم أو عندي ريكارنت هايبباراثيروديزم فأفتر ريكارنت هايبباراثيروديزم لقينا إنه عشان أقول إن أنا عندي برزيستنت كان لازم يكون فيه هايبباراثيروديزم مع الإليفيتيد باراثيرومون وعشان أقول إنه ديسز ريكارنت لازم الأول يحصل نورموكالسيميا وبعد أول ستة شهور يحصل هايبباراثيروديزم وده ما حصلش مع المريضة بتاعي أو تالي أفتر لقينا في الآخر إنه في بعض الناس بيحصل لهم إيو كالسيمت باراثيروديزم بعد السورجيكال انتربانشن ده كاركترائز بي نورمال كالسيم لكن برزيستنتي إليفيتد باراثيرومون أبوف نورمال لما برضو حاولنا نعرف إذا كامل تأكير أو لا لقينا إن الموضوضة بيحصل من 12 لحد تلاتة أربعين في المئة من كل الناس اللي بيحصلنهم باراثيروديكتومي فور هايبباراثيروديزم حاولنا برضو نفهم هو إيه ممكن يسبب كده فلقينا إن الأسباب المشهورة يعني يكون فيه فيتامين دي ديفيشنسي ممكن يكون ده حاجة نسميها كالسيم ليك ممكن يكون ده أدابتيشن بسبب البرولونجد إليفاشن باراثيرودي هورمون وبالتالي ده ممكن يكون خلى البراثيرودي هورمون ريسبتور تقل شوية أو الأكتيفتي وفوان ألفا هيدروكسيليزي قل شوية وبالتالي إحنا مسكنا بداية الخط والخيط وقلنا إنه المشكلة عندنا هو الفيتامين دي ديفيشنسي لأنه بعد المشهورة كان الفيتامين دي حيضة وشار وهو في ديفيشنسي ولأننا نديل ريبطيسمنت وعملنا فولو أب المريضة عملها فول أب حوالي ثلاث سنين بعدها دورين هذا فولو أب كان الكالسيم دائما طبيعي حصلش أبدا إنه حصل إليفاشن للكالكالسيم في الفترة دي كذلك الفيتامين دي حصل له بيري رابد ريبليشن بحيث إنه بعد شهرين كنه خلاص وصلنا للمعدلات الطبيعية ولقينا إنه الباراثيرويد هورمون بدأ يحصل فيه بمعنى إنه بعد تلتمية وخمسين والتلتمية وسبعين بدأ بعد كده يبع عندنا المية وسبعين ثم بعد كده ستة وتسعين ثم تلاتة وتسعين وإفنشاني بعد تقريباً العملية بحوالي ثلاث سنين وصلنا لحوالي ثمانية وسبعين وهي حقاً نورمال الرسالة من الحالة ديت هو إنه لو أنا عندي فيتامين دي دي ومحصل لهاش أدكوت قبل الجراحة ده ممكن يسبب لي برزيستن باراثيرويد هورمون من الديسكشن اللي حصلت مع الضيوف اللي موجودين معنا من أمريكا ومن كندا هم حتى سجستد إنه برزيستن باراثيرويد هورموني اللي إليفيتد أكتر من 2500 عشان كده أخدنا وقت طويل عشان نريبليس الحالة دي كمان قالوا إنه حالات زي كده بتحتاج ريبليسمينت بزيستن باراثيرويد باراثيرويد يعني هم قالوا الموضوع بياخد من سنة لسنة وروس حصل الكلام ده فعلا بعد حالة بتاعتنا بعد ثلاث سنين remember vitamin D deficiency correct vitamin D deficiency أبل البراثيرويدكتومي be patient طالما العام مش هايبركالساميك ما عنديش أي مشكلة خالص وشكرا لكم